يا أهلا بلدين يتابعونا ترندينج. اليوم ولأول مرة منذ بدء الأزمة الخليجية بين الدوحة والرياض في عام 2017. التقى أمير قطر تميم بن حمد الثاني بولي العهد السعودي محمد بن سلمان. في قمة مجلس التعاون الخليجي. اللقاء بين الرجلين تم بمطار العلاء حيث تنعقد القمة الخليجية الوحدة والأربعون. أثناء استقبال الأمير السعودي لوفود المشاركة. كان الوفد القطري أول الواصلين من الوفود المشاركة في هذا القمة. هذا المشهد للقاء بين بن سلمان بتميم ووصف بالتاريخي. تم المشهد أو تم اللقاء ليس كأي لقاء بالأحضان بين الرجلين دون مراعاة للتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا. بن سلمان استقبل ضيفه بعبارة نورة المملكة التي تداولتها المنصات السعودية بكثرة. القمة الخليجية هذه تأتي في الوقت الذي فتحت فيه الرياض. أجواءها وحدودها مع قطر. هذا الإجراء أعلنت عنه الكويت التي تقود مساع كبيرة من أجل تحقيق المصالحة وأنهاء مقاطعة وما تصفه قطر بحصارها. إلا أنها لم تعلن هل الدول الأخرى مثل الإمارات والبحرين ومصر ستتخذ نفس الإجراء أم لا؟ فتح الحدود والأجواء بين الدوحة والرياض عد خطوة نحو المصالحة الخليجية في قمة العلا. إلا أنه لم يعرف ما مصير أنبقات الثلاثة عشر التي فرضت على الدوحة. منها العلاقة مع تنظيمات إرهابية والقاعدة العسكرية التركية. وعلاقة الدوحة بطهران. كان من أبرز الشروط التي فرضت على الدوحة هو تخفيض العلاقة مع إيران. ووقف دعم الجباعات الإرهابية. وإنهاء وجود القاعدة العسكرية التركية في قطر. وإغلاق قنوات ومواقع إعلامية. ووقف الدعم واستقبال المعارضين السياسيين. إلى آخره. بسبب المقاطعة وغلق كل الحدود. اتجهت قطر لمنظمة التجارة ومنظمات دولية أخرى. ورفعت دعاوى قضائية. بأن الدول الأربع المقاطعة تمارس عنصرية. وتحاصر شعبا بأكمله لأسباب سياسية. كان هذا موقف قطر. بينما دخلت وسائل الإعلام بين الطرفين. في حرب كلامية. وحبلات تشهير غير مسبوقة. كيف غرد المغردون حول هذه القمة وحول المصالحة؟ دعونا نأخذكم إلى عين من التغريدات. ياسيز زدان يقول المصالحة القطرية السعودية. في أفضل الأحوال ستعيد الأوضاح إلى ما قبل 2017. وقتها لم تكن العلاقات على ما يرام بين سعودية وقطر. ولا ما بين الثورات المضادة والمحور القطري التركي الإخواني. ماذا يقول عبيد الله؟ هل له رأي مخالف؟ المصالحة الخليجية أن تمت فإن من آثارها المحزنة هو آثارها على السياسة التحريرية لقناة الجزيرة. فلن نسمع بعد اليوم مصطلحات كالمنشار وأين الجثة؟ عبدالقادر علي عثمان يكتب بعد المصالحة الخليجية. ما مصير ترسانة الأكاذيب وشهادات. الزور التي راكمتها وسائل الإعلام وشيوخ الضلال عن قطر والإخوان والجزيرة. فأين سيتم دفنها الدروس المستفادة؟ لا تكون محامي الشيطان. زينة الرحيم تغرد. هل ستبقى حسابات الولاء والبيعة الأيديولوجية مطلوبة من الصحفيين قبل قبولهم للعمل في المؤسسات الممولة خليجيا؟ بعد المصالحة الخليجية. ولا بلا أديولوجيا جديدة بيختلفوا عليها؟ أما وحيد فرج فله رؤية يقول فيها لا بعد توقيع المصالحة بين السعودية وقطر أن يتم الإفراج عن المعتقلين الذين طالبوا من المصالحة. وعلى رأسهم الشيخ العودة حفظه الله. في حقيقة أن إيران كانت القضية الأبرز في الجلسة الافتتاحية للقمة. فولي العهد السعودية محمد بن سلمان شلنا هجوما كبيرا عليها وعلى برنامجها للتسلح النووي والباليستي. نتابع مقالة. نحن نكون لتوحيد جهودا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة تحدياتها التي تحيط بنا. وخاصة التحديات لمثلها برنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ الباليستية ومشاريع التخريب بالهادمة التي تبناها وكلاءة في أنشطة الارهابية والطائفية. هدفها زعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. مما يضعنا أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج المشاريع المهدر السلم والأمن الإقليمي والدولي. هذه القمة الخليجية في منطقة العودة السياحية الشمالية السعودية لا تنفصل عن السياق الدولي الراهن بالفعل. جارد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونولد ترومب أيضا قد لعب دورا كبيرا إلى جانب الكويت من أجل حل الأزمة الخليجية وإنهائها. هل تصب هذه المصالحة في ملف التطبيع مع إسرائيل لدول خليجية أخرى؟ هذا يزيد من الجدل حول هذه القمة. كان واضحا من الوفود المشاركة بأن هناك تباينا في التمثيل. الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لم يحضر. وأيضا رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد لم يترأس وفد بلاده ولا حتى محمد بن زايد. إلا أن كل الوفود وقعت على بيان العلا والذي سيعرف مضمونه لاحقا. طبعا بالنسبة لوزير الدولة الإماراتي أنوار قرقاش. فيعتبر ما يحدث في العلا حدثا تاريخيا. وهذا ما قاله في هذه التغريدة. يقول نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا. نعيد من خلالها اللحمة الخليجية. ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى. شكرا لمشاهدة كاتراندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.